خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان الضبط عندما اعترفت المقاومة الفلسطينية وموجودة في بيروت أنها ليست جزء من هذا النسيج المجتمعي اليوم رأي حماس والجهاد وغيرهم جزء من خي كيفاش مش تفك معناها جزء معناها من 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 الجسد الفلسطيني وتخرج من من رابع المستحيلات وبالتالي شيء اللي نجمو قلوه رأي الحرب هذية فيها العديد من المعناها تدخلات متاع الاعلام ومتاع البرباغاندوم متاع الكاذب ومتاع المحاولة جس النبض الى خيري لان نقول لك حاجة لن يتدخل اي معناها نظام عربي في غز لانهم يعرفوا قال لي مسألة معناها ماش بالبساطة انثورة لن تدخل قواء اجنبية في غز ثالث حاجة اهو بش اقول لك الحل اللي الداوي يخموا فيه ولانا كما قال بكري معناها سيد العميد في امريكا يخموا لانهم العبادين تبع ديما معناها هوتسون انستيوت لان اكثر واحدة هوتسون انستيوت كي عندما تقول حاجة لا يتقولها على اساس المصحة الامريكية الحقيقية ما يماشي يراه في المواضيع الاخرى شيقولوا يقولوا احسن طريقة اليوم معناها لي الخرج من هذه الحرب هو انسحاب الاسرائيليين النقاش حول نوع من انواع التبادل الاسرة وخاصة ايجاد منطقة عازلة داخل داخل غزة قد طاعة تنهار اخر معناها لي معناها قبعات زرق الى خيره لتحافظ على امن المنطقتين يعني مراه الفلسطينين والاسرائيليين وهما في جنوب لبنان ويصير كما في معناها في القرى الف سبعمائة واحد ومحاولة الحفاظ على اسرائيل هذه المرة اسرائيل التي جعلت للحفاظ على مصاح الغربيين سيضطر الغرب الى الحفاظ على اسرائيل وحماية خلنا اعطي الكلمة للسيد العميد توفيق قديد ومعزالي كنت قلت لك بش نرجع له الجانب العسكري الميداني والجانب السياسي خاصة في ما يتعلق بالمفاوضات هذين المساران اليوم بعد اكثر من مئة وستين يوم كيفش قاعدين من نفس الساعة تفضل لو كان جاء الجيش اسرائيلي والعصابة الصيونية تحارب في جيش نظامي نقول نش بتكلم على هزيمة المقاومة ودرسوني جملة ما ننسيهش اللي هي اللي هي المقاومة تنتصر لما تكون قادرة على تلقى واحدة يوم الاخير بالحفاظ يعني هذي تيوري هذوم بعظمة لسانهم قالوا رأوا فما مزالوا ستة الاف حاولي ستة الاف مقاتل في الشمال مش في الجنوب في خانيونس يوم ما تقول القتال اللي فيها شنو نعطيك فكرة على الوضعية الوضعية رأوا اليوم ما عاشي تحركوا لانو جيتم اوامر الجيش الاسرائيلي انو التحرك عرضهم رمايات قاتلة شنو هلو عام رجعوا للمربع الاول استعلامات وضرب الطائرات ومسيرات كما اتوا صار في يعني مدينة حمد مدينة حمد مربع كبير دخلوا ضربوا ضربوا منهم برشة دبابات ومزنجرات واخروا شو هلو عام رجعوا دمروها مدينة حمد بالطائران رجعوا للمجازر عن طريق الطيران لتقليل الخسار في صفوف لانو ملقاوش حل حنا نتكلموا على الاف الانفاق راهو مش الاف كيلومترات نتكلموا على فوات ما ما تعرفش عليه انه فقي يخرج في دار يخرج في يعني في تحت غرفاء ملقاوش حل وراهو دي اي منوع ابدا اصعب حرب على الاطلاق كنا مداون قريبوا في الحروب الحرب معناها في الجبال الحرب في المنطقة مفتوحة اصعب حرب على الاطلاق هي الحرب هذي النوع حرب المدن وخاصة حرب عصابات في المدن ومدن ضيقة من نوع ذاية معناها يولي القتال من معناها مستويات ثلاثة يجيك من تحت الارض من فرض مستويات ثوية ولو يجيك مفوق وشفتوا القناصات الغول اش عملت فيهم اذا انهم مش يقلوا خسائرهم اش عملوا او انهم عاش تحركوا اخذوا اه قواطع كما الرشيد استقروا فيها ومعاش يتحركوا اللي نحن تحرك يموت والباقية استعلمات وغربية بالطيران اذا هكاش مش يسمعوا برشة اه يضربوا منهم الا عن طريق الغول ولا مزانجرة هنا لانه تحركهم يعني يعني وقال نتنيهو اهم اهم جملة في خمسة اشر قال ما فهمتنيش قال راولو انسحب راو اعلان هزيمة هذا المشكل لانه لما تنازم معنا تخرج قدامه قاومة بالطريقة هذه راقم واحدة اثنين الف قتيل وراقم اثنين الف جريح كيف تخرج توا راك امضيت على هزيمتك العسكرية اهو مشكلة يلا نخو رايك مع زريك فضل انا انا بالنسبة ليانا اه حب نرجع اصل الحربة ذي ساعة هي القضاء على حماس والافرق غزة خلنا نسويل هم القاوا فرصة ذي بش يفرقوا غزة يحبوا يخرجوهم يتشون في السيناء وفات الحكاية غزة تعود تيقع ضمها وفقوا انتهاء الموضوع وخاطر يعرفوا رابط نساش للقول الجيش الاسرائيلي الجيش الكيان هو يعتبروا مختص في حرب الشوارع انا ما يعرفاش ولي هما يدربوا في الجيش الامريكي على حرب الشوارع ولهنا لهنا الدقادين يشاهدوا في فشل كبير برشة في اقتحام ولا اه بمواجهة حماس ولذلك الحرب هذية وصلوا الى فترة اللي يقول لك توا وحنا اما بش نقضيو فرغ غزة ولا بش نعودوا نرجعوا لتالي ولهنا بش تعاود ترجع الامور كما كانت انا خاطر نحكيه وحنا نسمعنا حتى تصريحات محمود عباس وكل شيء انا الفتح وكل شيء ديك حتى على جنبه وشوفنا حتى تصريحات تحشم ولهنا يعرفوا اللي من الول يعرفوا وكل ناس كل تعرف اللي فيما يعني التفاوض مع فتح وانا مع حكومة عباس رمفا حتى تأثير على 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 الواقع ولذلك نشوفوا فيهم توا ولا الحوار ولت المفاوضات مباشرة مع السنوار لهنا يروا يتبين اللي دار ودار ضيقت بهم ضيقت بهم الدنيا لهنا يعرفوا اللي حماس لا يمكن القضاء عليها مش نعودوا نرجع المربع الاول معنا تعود ترجع كما غزة صحيح اللي فما مشروع وذية اظن الحل الوحيد اللي هي المنطقة العازلة بين الكيان وغزة اما حتى المنطقة العازلة بالنسبة لي انا هي تحمي الكيان اكثر من تحمي في نحكيه على موقف الامريكي الدعم الامريكي اللي هو قاعد اخوذ في الحرب هذية من وراء الستار واصبحت في العلن وفي المباشر وغير ودعم السياسي والعسكري والمالي من جميع النواح ولكنهم جدا زادا نحكيه على الموقف الالماني والدعم الالماني محكمة العدلة الدولية تقول في بيان لها الابرح انها بش تعقد في اثامن من شهر افريل جلسات استماع للنظر في دعوة نيكاراجوة ضد المانيا بسبب دعم الاخيرة الابادة الجماعية في قطاع غزة من خلال تقديم مساعدات عسكرية للكيان المحتل ووفق توميل الانوروة تقول المحكمة انه نيكاراجوة بش تقدم ملفاتها في الثمانية افريل بينما سيدفع الجانب الالماني في التاسع من الشهر ذاته نيكاراجوة لتتهم المانيا بانها سهلت ارتكاب الكيان المحتل جريمة الابادة الجماعية ولم تفي بالتزاماتها لمنع الابادة هذه من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري للكيان المحتل وهي بطبعا تنتهك في اتفاقية منع الابادة الجماعية لعام 1948 الموقف الالماني والدور الالماني في هذه الحرب واستاذ رافع طبيب في اطار اللي قاعد يسير اليوم في تغيرات الجيو سياسية في المنطقة كيفش تابع في الموقف الالماني كيفش نفهمون الماني كيفش قاعد تتحرك اليوم اي اي او باش نفصلك مسألة احنا اه معناها العرب بنسبة ناحية القضية الفلسطينية قضية مركزية ومعناها الشي اللي قاعد يصير في غزة يؤثر فينا ونقول ونصرح انه ما يهمنا في العالم الا شيء قاعد يصير في غزة لكن اتبالك را وقراءة الخريطات الجيو سياسية في العالم سكنا تبالي بلاك تكتونيك جيو بمعنى انه اليوم عندما نقوله المانيا نتحثوا على بلاد اردنا امكارانا هي البيد اللي كانت متسبة في الهولوكوست وتريد معنا ابعاد الشبه على نفسها وعندها مع الكيان السهيونية علاقة معناها قديمة وهي من اكثر داعي من ليه ولكن المانيا راهي هي الدولة اللي ظرت اليوم بشكل مباشر من شيء اللي صار في اوكرانيا الاجتماع اللي صار بارح بين رئيس بولاندا ورئيس اه معناها فرانسا ومعناها اللي شانسيلي معناها المان كان موجه من اجل خلق ما سموهم وحلف معناها اه السواريخ البعيد المدالي لضرب روسي لانه اردنا مكارهنا اليوم راهو الانتصار في غزة يساوي اه مساندة لانتصار روسيا في في اوكرانيا راهو اذا غدوة وقفة وقفة القتال نهائيا في غزة يعني انه هذا الجنوب الجديد الجنوب المعاول روسيا والصين ومعناها المقاومة الى اخره هما اللي انتصروا في هذه في هذه الحرب الكونية المان سيوش المسألة هذي المانيا اليوم تخوف اصلا على وجودها مستقبلا راهو فما اليوم دراسيات تقول اللي المانيا لن تكون دولة من الدول الكبرى المصنعة في العالم في العشرين سنين القادمة لانه الضخ الغازي اللي كان يجيها من روسيا انتهى تتصور غدوة معناها المانيا معاتش عندها ضخ معناها من روسيا وتتحول الى دولة معناها غير مصنعة في نفس الوقت روسيا والصين اللي راهو حتى توا ما زلنا مقلنش نوع الدور متاحهم في غزة ان شاء الله توا معنا في المدة القادمة نتمكنوا من اعطاكم بعض بعض المعطيات المهم انه اليوم الجميع يعلموا ان اوروبا وخاصة الاوليجارشيات الحاكمة في اوروبا كما في فرنسا كما معنا في المانيا متخوفة الى ابعد حدود من نهايات هذه الحرب في غزة لانه تبين بالكاشف انه الغرب وحلف الناتو غير قادرة على قيادة حربين في نفس الوقت على جبهتين مختلفتين وهذا مسألة معناها نهائية وراوريوم قاعدين نحكي ومشي بانا قال لي الحرب انتهت في اوكرانيا لا 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 سقطت معنا افديفكا والبارح معنا سقطت معنا ثلاثة قراءة اخرى معنا حول افه معنا حول هذه المدينة وهناك نوع من انواع التقدم معناها في الجيش الروسي في اوكرانيا من غير ما عطيه موقفنا نحنا معاها وزود بلسلم يعني مش لهناه ولكن شيء لازم اقوله لكم راهي المانيا كاحدة الدول الغربية تستشعر الخوف الوجودي من هذه الحرب لذلك تقفوا في وجه اسرائيل حتى لا يكون هناك انتصار للمقاومة لانه وهذا سيقلب المعادلات على مستوى العالم نسمع رأيك العميد توفيق ديدي المانيا عندها شعوب الذنب عندها مشكلة شعوب الذنب وانا اول زيارة الالمانيا اتفجأت كلمتهم على الجيش الالماني في الحرب العالمي الثاني اللي كان جيش لم يشهد لهو العالم مثيرا في الشجاع والقوة ما فقط كان الوجوه تقلبت ويعني تغشوا قالوا لي احنا ما عدناش في المنطق هذاكا وذكا جيش نسيناه وذكا جيش نحنا بنحبوهش يتكلم عن الجيش الالماني خطر حنعرفوا كدارسين اللي عملوا الجيش الالماني من بطولات ويعني وقتها شي كبير لكن هما محش يستعرفوا به وعندهم احساس بالنب يحبوا نوعا ما هكا هكا يتقربوا الاسرائيل ربما تنسى مسألة المحرقة وهذا هو اللي قعد يصير لكن كما انا نمشي مع يعني خسارة كبرى صارت الالمانيا بعد خروج ميركل ميركل كانت سياسية محنكة كانت تعرفش تعمل وكانت هي اللي عملت يعني خطوط الغاز مع المانيا وعملت فهمتني عملت حطت بلادها في يعني ديناميكية اقتصادية كبيرة برش العملية اليوم جاء ذايا شولزة ما فهمتوش يعني ضعيف سياسي مش فهم حد شي يعني ودجاه الفضيحة اللي صارت تنهارين انتها جينارالات يتكلموا وعمرها ما صارت في التاريخ العسكري يعني جينارالات يتكلموا في امور استراتيجية معناه على هاتف مفتوح هذه وخذهم الروس وسجلهم كانت تفضيحها إذن ألمانيا حتى هي ماشى لأن الحدار على جميع المستويات وعنده حق قال الدكتور قاري ماشى معناها في طريق أظلم ننتظر حاجة من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالخلينا نقول الشك وهذه لما تقدم بهني كرجوة ضد ألمانيا أنا حبيت نقول لك احنا في محاولة إبادة عن عمري ما نسميها حرب أنا شخصيا لا أسميها حرب لأنه حرب عند نويس أو تقوصها وعند اتفاقيات وبروتوكوليتها ولا ذي الكل شاهدنا نحن شاهدنا فما مقاومة فما انتفاضة للشعوب الغربية وبعض الدول العربية وشاهدنا فما جانب قانوني جديد ما كناش نعرفوه الجانب القانوني سيرافع هذا لأول مرة الكيان المحتل وآآ بطلب من جنوب افريقيا اللي انحييها دائما وابدا أول مرة يقف أمام محكمة دولية لأنه هي دولة مارقة عمرها ما يقفت في حتى محكمة آآ جنوب افريقيا آآ معناها كانت أول الدولة تستغلي فما اتفاقية آآ إبادة جامعية نتاع 48 ممضي عليها الكيان المحتل هذا وكانت هي سباب بشتيقف وهذا اعمل آآ بالنسبة لي انا شي مهم ومهم جدا انه آآ العالم وقف على الفضاعات من الناحية القانونية لأنه كنا ما كناش شوفوه قبل لانه ما تقفش قدام اي محكمة وما كناش نراه ومرافعات ولين نسمعه ونتبعوا الجانب القانوني وهذا مهم ومهم جدا على النقايص اللي هو فيه راه فما نقايص معنا ما فماش حاجات صارت كبيرة لكن فما نقايص الدعوة الثانية اللي عملتها اللي كاركوة ضد آآ ألمانيا الشي هذا آآ بالنسبة لي انا خلق ربما ينقصوا شوية من الدعم للكيان المحتل وربما في امتسام معناها القضايا هذي وفما قضايا حتى في دولهم معنات انا نحكيوا مرة فيه في جانب التقني هذا القانوني في دول فما ناس شاكين بالحكومة متاحهم لانا تدعم في الكيان المحتل انهي بحكاية انا بالنسبة ليه الالماني يعاونوا في 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 الكيان المحتل بش ميرجع لهمش. معز علي نخو رايك الدور الالماني والشكيات هذية كيفش نجم تضغط شوفنا جانوب افريقيا في مرحلة لولا اليوم نحكيه على آآ آآ نيكاركوة والمرة دي المانيا في الوجهة. هو اكيد دللي اولا ان انا ممكن انتفق شوية مسايد العميد خطر آآ مش آآ خطر في الورقات السياسية حتى في الاجتماعات اللي صارت ما بين المانيا واسرائيل نشاهدوا اللي فهمت تحول من الاحساس للذب الى شاركة فعلية. شاركة فعلية اقتصادية شاركة فعلية مالية وشاركة فعلية عسكرية خطر وفهمة برشة ترانسفير تكنولوجي معنا آآ تا تحويل خبرات وتكنولوجيات ما بين كبير برشة ما بين الكيان والمانيا والهنازي ذاك في كيفره حتى المانيا من الناس اللي هي قاعد تدعم في ادخال الكيان الصهيوني في الانتحاد الاوروبي را. عمي. ما نساويش الحكاية هذية. مم. وهذية معناه يبين راهو دور المانيا معناه ما ماذاك عاش كلت راو ما عادش الاحساس بالذنب انتهت صفحة انه زية وبدأت صفحة الشاركة الفعلية ما بين المانيا وآآ الكيان الصهيوني. بالنسبة للقضايا اللي اللي مستغرب اللي القضايا لولا جات من من جنوب افريقيا والثانية مني كاراجوة. مم. وهذا يتبين اللي دول هذية اللي هي دول ثورية. دول مبنية على الثورة. ثورات الشعوب. اللي هي آآ تمن بالقضايا الحقيقية. مع الاسف قاعدين نشوفوا اللي دول القضايا جات من. اما بشتقول وين بشتوصل القضايا هذية. اذا ما يقعش خاطر نجي ما يقع اعتماد على مخرجات القضايا حكام الجينيات العادل الدولية. واعتماد المخرجات انتاحها. لي رفع قضايا في المحكام الجينيات الدولية. عشانا نشوف نتعادلوا المرحلة الثانية وكاو. فيما تتعادلوا المرحلة الثانية وكاو. فيما تتعادلوا.